المساء الخيرات اليوم أنا وأنتو في المملكة المتحدة رح نسمع تفاصيل جريمة مؤلمة في العام 2021 تخيلوا أنه ضحية بتحكي لدياني أنه أنا خايفة برد عليها وأنا كمان خايف لأنه هاي أول مرة تفاصيل مؤلمة إلى حد الوجع نسمعها بعد الفاصل اللي خلاله حبايبي اللايك والاشتراك في القناة نسمع بابي آن مكلاود هي فتاة جميلة جداً عمرها 18 عام بتخبر والدها والدتها أنه هي رح تغادر المنزل تروح على وسط المدينة حتى تلتقي بصديقها بمر عدة ساعات واضح جداً أنه هي ما بتوصل على المكان اللي المفروض أنه هي رايحة عليه بيكون أفراد العائلة متأكدين أنه هي اختفت مباشرة بيخبروا رجال الشرطة اللي بيبدوا عملية بحث ضخمة عن هالبنت الصغيرة بابي آن واللي كانت تعيش مع والدها أو والدتها والدتها اسمها دونة والدها اسمه آدريان إلها أخ اسمه لي كانوا يعيشوا في منطقة بليمث واللي هي منطقة ساحلية في جنوب غرب إنجلترا يقال أنه هي مدينة جميلة جداً لأنه مدينة ساحلية بالإضافة لأنه هي مكان تاريخي العديد من السياح بيجوا على هاي المنطقة وبتاريخ عشرين نوبمبر الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة بابي آن بتترك منزل العائلة بتروح بدها توصل لمركز المدينة زيها زي العديد من السياح من الناس هي بتعيش في منطقة اسمه هالية بتتوجه باتجاه موقف الباصات هالبنت الصغيرة والجميلة المفروض تروح على أقرب موقف للباصات موجود في شارع اسمه شيبستور رود هلا هو لا يبعد أكثر من منتس يعني عن مكان منزلها هي بتعرف الطريق جيداً متعودة توحترك بالباص الوضع عادي جداً بتودع والدها بتحكي له أنه هي بتحبه وبتخادر المنزل وبعد مرور ساعة ونص قريباً بتبدأ الوالدة دونة تبعد مساجات لبنتها نصية تتأكد أنه هي راحت على مكانها ما في أي رد منها أبداً مباشرة بتبدأ تتصل عليها تليفونات كمان ما في أي رد أبداً وبتعرفوا عادي أنتوا لحالكم تخيلوا حالة الرعب الخوف اللي دخلت فيها هالوالدة الجميلة وبنتظر لمدة ساعة أخرى هنا بيتصل البويفرند على الوالدة يسألهم إذا هي في البيت بابي ليش ما إجت على الموعد خلاص الآن الوالدة الوالد بيفقدوا السيطرة تماماً بيبدوا عاد يتواصلوا مع جميع أصدقائها صديقاتها هم البويفرند ما في أي رد منها أبداً بيعرفوا أنه في شي خلط صاير معها لها البنت لأنه مستحيل ما ترد على جميع هاي المكالمات على طول بخبروا رجال الشرطة هم بيخبروا رجال الشرطة بعد الساعة التاسعة مساءً الآن بنوصل لـ 21 نوفمبر من العام 2021 مباشرة بيبدوا عملية بحث ضخمة عن هاي البنت المنطقة اللي المفروض تكون موجودة فيها كالعادة رجال الشرطة ما بيكونوا لوحدهم أفراد العائلة الأصدقاء المتطوعين بيبدوا عاد ينشروا المنشورات عليها صورة هالبنت اللطيفة يوزعوها في جميع المناطق بيفعلوا السوشال ميديا وسائل الإعلام عملية بحث ضخمة عن هالبنت الجميلة أخوها واللي هو لي بيكتب على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيه أنه أنا أتوسل لأي حد في منطقة بليماث أنه يساعدني في عملية البحث عن أختي بيبدأ يتوسل خلال هاي البوست أنه أي حد عنده أي معلومة لو كانت بسيطة يقدمها يساعدهم في عملية البحث الآن بيبدو عاد رجال الشرطة يتبعوا مسارها هل المفروض أنه هي تركب واحد من الباصات وبتعرفوا أنه جميع الباصات عليها كاميرات في تيكت فأكيد في وسيلها يتأكدوا إذا هي موجودة في واحد منهم بتم التأكد أنه هي ما ركبت أي واحد من الباصات إلا أنه أحد الشهود واللي هو من سكان المنطقة بيحكي أنه هو مر من أمام موقف السيارات عفوا أن الباصات بسيارته انتبه أنه هالبنت الصغيرة بتنتظر في الباص الآن بيوصلوا لنتيجة أنه هي إجت على الموقف لكن ما طلعت على الباص اللي صار معها صار خلال فترة انتظارها الآن بيتم التأكد من كلام سكان المنطقة أنه هي موجودة لأنه هم بيفتشوا منطقة موقف الباصات بيتم العثور على هيدفونز يخصوها في منطقة خلف الموقف يبدو أنه هي وقعت منها خلال وصولها أو طريقها للموقف طبعا بتعرفوا بيحاصفوا المكان بيبدو يفتشوا جميع المنطقة وما تتخيلوا عملية البحث كيف كانت دقيقة في المنطقة رجال الشرطة على ركبهم موجودين على الأرض بيبحثوا في المكان في الأماكن القريبة في جميع الشوارع الطرق المؤدية من منزل هاي البنت لحد موقف الباصات الآن هم متأكدين أنه تم اختطافها من موقف الباصات بتعرفوا بيعملوا بلاغ بيان رجال الشرطة بيبدو يتحدثوا لعامة الناس يطالبوهم بأي معلومات ممكن تساعد في القابض على الشخص المختطف عملية بحث ضخمة عدد كبير من الرجال الشرطة بيشارك فيها هلا بيحاولوا أنه يتبعوا جهاز الهاتف اللي يخصها بتم التأكد أنه هو موجود داخل المدينة لكن ما بيعرفوا يحددوا المكان بالضبط ومع نهاية هاليوم بيوصل الموبايل اللي بيصير أنه في أحد السكان من المنطقة بيحكي أنه هو يجع على موقف الباصات الساعة السابعة والربع في اليوم اللي اختفت فيه هاي البنت بينتبع على جهاز الموبايل بينتبع على العلبة اللي نضع فيها السماعات بيأخدهم بيعطيهم لسائق الباص وبيعطيهم للباص اللي بييجي الساعة السابعة و23 دقيقة الآن السائق لما يبدأ يشوف أنه في فتاة مختفية المفروض أنه هي كانت في هالمكان مباشرة بيتواصل مع رجال الشرطة بيعطيهم التليفون والكيس للسماعة وبنوصل لـ 22 نوفمبر رجال الشرطة أفراد العائلة المتطوعين بيفتشوا جميع المناطق المحيطة الحقول الغابات على أمل العثور على شيء ما فيه أي أثر لها وللأسف الشديد بنوصل لـ 23 نوفمبر رجال الشرطة بيعلنوا أنه تم العثور على جثة أنه احتمال تكون هاي الجثة تخصها لـ البنت اللي هي بابي على بعد 8 ميل تقريبا من موقف البساط كانت في منطقة من الغابات قريبة على الشاطئ هلا طبعا خلال فترة بسيطة أفراد العائلة بيتعرفوا على جثة بتم تأكد بالطرق العلمية أنه هي جثة بابي وإن تعاد تخيلوا حالة صدمة الحزان لأفراد العائلة الأصدقاء هالبنت الصغيرة في طريقها مشوار عادي جدا إلا أنه تنتهي مقتولة بهاي الطريقة الوحشية بيعملوا لها إضاءة شموع بتكون أجواء جدا حزينة مراسم إضاءة الشموع بتكون في المكان اللي شهدت فيه هاي البنت آخر مرة واللي هو موقف البساط ما تتخيلوا أعداد الموجودين في المكان مشاعر الألم والحزن خصوصا الوالدة الوالد الأخ الوالدة بتحكي كلمة بتبكي فيها بطريقة جدا مؤلمة في هاي الكلمة هي بتشكر جميع أفراد العائلة المجتمع الأصدقاء اللي واضح أنه مشاعرهم كانت يعني صحيحة تجاه ما حدث داخل هالمدينة بتحكي لهم أنه يرفع الشموع في ذكرى أو من أجل هالبنت اللي هي بابي وفعلا بيرفع الشموع بزود صمت يعني غريب في المكان الأخ واللي هو ولي بيعرض هاي الصورة الموجودة أمامنا الأولى أخته أول ما كانوا في مرحلة الدراسة المرحلة الابتدائية بيحكي كلمات جدا مؤثرة بيحكي حتى نلتقي مرة أخرى يا أختي أنه هو بيحبها أنه هي ما كانت تستاهل الشيء اللي صار فيها الطريقة الوحشية اللي قتلت فيها أنه هي بنت ذكية موهوبة وأنه هو بيحبها وتعرفوا يا جماعة أجمل أنواع الحب في الحياة شو هي؟ هي حب الأب لبنته الأخ لأخته عالم من الطمأنينة عالم من الجمال ونترك هاي المراسم الحزينة ونرجع على الجثة تقرير الطبيب الشرعي اللي بيأكد أنه هاي البنت ما تم الاعتداء عليها مع أنه لما تم العثور على الجثة هي كانت عارية تماما إلا أنه تقرير الطبيب الشرعي وللأسف بيأكد أنه هاي البنت قتلت بطريقة وحشية في 14 كسر جروح في منطقة الوجه منطقة الرأس ونرجع على 23 نوفمبر اليوم اللي تم الكشفي عن الجثة أحكي لكم تفاصيل هاليوم ساعة الواحدة و17 دقيقة بيدخل أحد الرجال على مركز الشرطة بيحكي لهم أنه عنده معلومات مهمة جدا حول اختفاء هاي البنت أنه هو بده يساعد أفراد العائلة رجال الشرطة بيسأل إذا في حد يتحدث معه بخصوص هالموضوع مباشرة طبعا بتم استدعاء المسؤولين عن القضية بيبدأ عادي يحكي لهم بيحكي لهم أنا فعلتها أنا قتلت بابي أنا اختطفتها أكيد حكى لهم أنا اختطفتها أنا قتلتها المهم بيبدأ يعطيهم معلومات كيف هو قتلها بيبدأ يعطيهم معلومات عن المكان اللي ترك فيه الجثة مباشرة بيتحرقوا رجال الشرطة على أمل أنه يمكن تكون على قيد الحياة إلا أنه للأسف الشديد لما يوصلوا بتكون قتلت طيب مين هو الاعتراف الجريمة وشو هي ذوافعه هو شاب زي ما أنتوا شايفين أمامنا عمره 24 عام اسمه كودي أكلاند والده رجل سابق من رجال الجيش البريطاني بالفترة الحالية هو بعيش مع والدته على بعض أميال بسيطة جداً من المكان أو من موقف البساط اللي تم اختطاف بابي آن منه هلا نبدأ عاد نحكي في هالرجل الغريب العجيب هو بعمل استيتمنت من خلال المحامي بيحكي أنه هو مسؤول مسؤولية كاملة عن مقتل بابي أنه هو ما بيعرفها ما عمره التقى فيها هي كانت في المكان الخطأ في الزمان الخطأ وبعد ما يتم القفض عليه طبعاً بيتم التحفظ على سيارته موبايله جهاز الهاتف بيبدوا يفتشوا فيهم يسألوا عنه من الظاهر هو شاب حباب لطيف بيعزف على البيتار بيكتب أغاني ما فيه أدلة أنه هو إنسان مضطرب هو عضو بفرقة موسيقية محلية اسمها اندي راك باند راكوتا من الظاهر زي ما حكيت هو شاب عادي جداً لكن هو عنده هوث بالقتل المتسلسلين وخليكم معاي أعطيكم أسماء الشخصيات اللي هو بيعتبرها نموذج في حياته ومثل على هلا كلنا بنشوف هاي البرامج بنعرفهم لهالقتل المتسلسلين لكن ما بنعتبرهم مثل في حياتنا هو بيعتبر جوزف دي أنجيلو جونيور أندريا، تشيكاتيلو، إيفانا، ميلات، فريد ويس، تومي سيلز كلهم نماذج في حياته لأو نمبر وان مين هو؟ اتوقعوا، تيد باندي هالشاب الوسيم واللي فعلاً هو يعني ما فيه مجال نحكي إنه هو غير وسيم يبدو إنه عاج بيته شخصية تيد باندي الوسيم أيضاً واللي ما حد بيعرف عدد ضحايا مبدئياً هم ثلاثين لكن بالتأكيد هم أكثر الآن هو نموذجه، هو مثله في الحياة لما يفتحوا جهاز الهاتف اللي يخصه بحصله ثلاث آلاف ميتين وستعاشر صورة كل الصور أشياء غريبة جرائم قتل ضحايا عالم من الجنون من خلال تفتيش جهاز الكمبيوتر اللي يخصه بالإضافة لموبايلو بالفترة الأخيرة قبل مقتل بابي هو كان يبحث عن جرائم القاتل المتسلسلين كان يبحث عن نوعية الأسلحة اللي يستخدمها عن أماكن معزولة حتى يدفن الجثث أيضاً بتم تأكد أنه كان يبحث عن ملابس يرتديها خلال تنفيذ جريمة قناع وغيره المهم أنه هالشاب ما كان تحت رادار رجال الشرطة أبداً هو اللي إجا تبرع قدم المعلومات هو ما اعتبر حاله الآن في رحلة صيد خلاص صارت في باله فكرة أنه ينفذ جريمة قتل بغادر المنزل في باله أنه يلتقي بأي ضحية شاب رجل فتاة بتكون هاي البنت هي اللي أمامه والآن رح أبدأ أحكي بتفاصيل الشيء اللي صار هالبنت بتوصل على موقف الباصات الساعة السادسة وخمستاشر دقيقة أكلاند ماشي بسيارته يبحث عن ضحية بينتبه عليها أنه هي لوحدها ما في أي حد في المكان وبتعرفوا هاي الفترة كانت فترة إغلاقات بسبب كورونا هو بيحكي أنه بابي تشبه صديقته السابقة لكن هالشيء ما له علاقة بالجريمة المهم لما يشوفها يضع سيارته في مكان خلف موقف الباصات بيستمر في مراقبتها حتى يشوف إذا في حد موجود في المكان لما يتأكد أنه ما في حدا بياخد مطرقة هو مجهزها بيروح لعندها بيضربها ضربتين قويات على منطقة الرأس بيرجع على سيارته اللي مخبيها خلف الباركينات أو خلف موقف الباصات عفوا بيركب السيارة بينتبه أنه هاي البنت ما زالت تتحرك واضح أنه هي بتحاول تنهض تروح تطلب المساعدة مباشرة بيرجع على موقف الباصات بيبدأ يسحب هاي البنت يضعها في سيارته بياخدها على منطقة معزولة على بعد عشرين مايل تقريبا من مكان الموقف بياخدها على غابة اسمها بيلفرفورت في منطقة دارت مور الساعة السابعة وخمسة واربعين دقيقة بيتوقف في الباركينات طبعا هالموقف موجود في وسط الغابات هلا هو كانت فكرته أنه يترك الجثة في هالمكان ويقادر إلا أنه ما زالت هالبنت فيها روح ما زالت تتحرك بيبدأ ينزل فيها من السيارة بتحكي له خلال هاي اللحظات أنه أنا خائفة شو بيكون جوابه أنه أنا كمان خائف هاي أول مرة بعمل هالشيء يعني ما في مشاعر ما في إنسانية ما خطر على بالك تركها ما خطر على باله ياخدها على المستشفى لا بده يكمل المهمة يعني بده يكمل المهمة اللي بيعملوا أنه بنزلها من السيارة بيحمل المطرقة مرة أخرى بيبدأ يضرب فيها 12 دربة على منطقة الرأس والوجه بعد هيك بيبدأ يحرق بيشعل النيران بيحرق حقيبة اليد اللي كانت تحملها تخيلوا أنه بيحكي بعد الـ 14 دربة ما زالت هالبنت فيها روح ما زال عندها بتعرفوا أصوات الحشرجة وهاي الأمور المؤلمة بيحكي أنه هو كان متفاجئ جدا من أنه هي ما زالت يعني على قيد الحياة وأنه هو يعني على وشك أنه يرفع القبة لها لأنه هي شجاعة والآن أيضا ما زال أمامه فرصة أنه يحاول إنقاذها لكن هو بينهي حياتها تماما بيرجع بيضع الجثة داخل السيارة بينقلها على مكان آخر بياخدها على المكان اللي تم العثور على الجثة بيخلع ملابسها مجوهراتها أكيد طبعا حتى ما يترك أي أثر أبدا بيكمل أنه بيترك الجثة في هالمكان بيرجع على بيته الساعة العاشرة مساء بيروح بينام في اليوم الثالي بيغادر المنزل بيروح حتى يتخلص من الأدلة الباقية معه المطرقة ملابسه اللي كانت غارقة في الدماء يضعهم في حقيبة يتخلص منهم المطرقة واللي هي سلاح الجريمة بيروح فيها على منطقة تامرتن هناك في نهر يبدو اسمه تمارة عجبني الاسم بيتخلص من المطرقة بعد هيك بيكمل بيروح على منطقة أخرى بيتخلص من الحقيبة اللي فيها ملابسه ملابس هاي البنت الغارقة في الدماء طبعا بيحاولوا العثور على سلاح الجريمة في النهر المكان اللي المفروض ما فيه المطرقة إلا أنه ما بيتم العثور عليها الملابس الغارقة في الدماء بيأخذوها تخيلوا أنه في اليوم التالي اللي نفت فيه الجريمة بيروح على محل بيزا بيلتقي بمجموعة من الأصدقاء بيعملوا تدريبات لأنه هو في فرقة موسيقية عادي مرتاح بيكمل يومه في واحد من البارات اللي بتقدم المشروب الطعام واضح عليه أنه هو سعيد في مزاج جيد حتى أصدقاء بيكونوا متفاجئين لأنه هو من النوعية اللي دائما يعني هيك مزاجه متعكر ويستمر مزاجه جيد على مدى اليوم التالي بيشتري قبقرن بيحضر فيلم خلال هاي الفترة أفراد العائلة رجال الشرطة يبحثوا عنها الطفلة الصغيرة خلال هاي الفترة هو بيتبع أخبار البحث عنها طبعا من خلال وسائل الإعلام من خلال الإنترنت في اليوم التالي واللي هو 23 هو يعمل بالمناسبة في شركة من شركات يعني صيانة السيارات المفروض أنه عنده بريك غداء بيغادر حتى يروح على البريك بيبعث رسالة لمجموعة من الأصدقاء اللي هم معه في الفرقة الموسيقية بيحكي لهم أنه هو يحبهم وبعد هيك بيبعث مسج ثانية لوالدته بيحكي لها أنه هو بيحبها جدا مباشرة بيتوجه لمركز الشرطة وإنتوا عارفين بعد هيك شو بصير تخيلوا أنه أعضاء الفرقة الموسيقية مباشرة بعد ما يعرفوا أنه هو واحد منهم اللي نفذت جريمة بينهوا هاي الفرقة تماما لأنه هي حالة من الصدمة شاب محترم المفروض أنه محترم عضو في فرقة في النهاية نفذ جريمة غير مبررة أبدا وهتصرف بالمناسبة ذكي جدا لأنه ممكن عادي يبدو يربطوا اسم الفرقة بالشيء اللي صار بالجريمة على كل الأحوال الروح للأدلة المادية اللي تم العثور عليها اللي تثبت أنه هالشاب هو المسؤول عن الجريمة من أهم الأدلة المادية اللي بيتم العثور عليها هي DNA يخصها لهاي البنت موجود في سيارته بالإضافة لذلك ثار دماء DNA موجودة على حذاء يخصه في داخل المنزل طبعا تعود لبابي وأكيد حبايبي بيختر على بالكم ما هو الدافع من وراء هاي الجريمة المسؤول عن القضية بيحكي أنه هو أكلند رفض تماما يتحدث عن الدوافع يعني تخيلوا أنه بيعترف بجميع التفاصيل إلا أنه لما يبدوا يسألوا عن السبب بيتوقف تماما عن الحديث وأكيد حبايبي عارفين أنه لازم يعملوا لهم تقييم نفسي حتى يشوفوا إذا عندهم مشاكل تخيلوا أنه هالشاب بيبدأ يحكي أنه هو يعاني من الاكتئاب الشديد بعد ما نفذ هاي الجريمة راح الاكتئاب وطبعا يا جماعة هالشيء غير منطقي أبدا هو ما راح الاكتئاب هو بدأ يفكر بشيء آخر مختلف لو أنه راح تعالج أخذ أدويته وكان ما وصل لمرحلة أنه لازم يعمل جريمة عنيفة حتى في النهاية ينهي اكتئابه بتبدأ المحاكمات وبتبدأ محاكماته في شهر ميل من العام 2022 المحامي واللي هو راي بيحكي أنه هالشاب ما بيعاني من أي مشاكل ذهنية إلا أنه خلال طفولته الكثير من المعاناة طبعا المحامي بيحكي هاي المعلومة لأنه السايكاترست أورادي حكى أنه هو ما عنده أي مشاكل ذهنية إلا أنه المحامي بيبدأ يحكي خلال فترة الطفولة هو عانى من عدة مشاكل ADHD ديستكسيا اكتئاب بالإضافة للقلق مش كل واحد عانى من هاي المشاكل في الطفولة يتحول لمجرم بيكمل المحامي أنه لما وصل عمره 19 عام هو كان يعاني من الاكتئاب بشكل رسمي أنه ما تلقى أي دعم من المدرسة من أفراد العائلة القاضي ما بيكون لين معه أبدا بيحكي له أنه جريمة اللي عملها هي جريمة وحشية أنه هو متأكد بأنه كان عنده نية لتنفيذ جريمة وبيكمل القاضي أنه أنت دمرت حياة فتاة ما زال أمامها الشيء الكثير على كل الأحوال أبي يعطيه حكم غير سهل أبدا أبي يحكم عليه بالسجن لمدى الحياة يمضي منهم مينمم 31 عام داخل السجن بعدين يطالب إخلاء سبيله يستحق وأكثر كانتها نهاية قصدي لليوم بتمنى تكون عجبتكم حبايبي لو عجبتكم اللايك والاشتراك في القناة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر